بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله أبناء التلميذ تلميذ الصف الخامس أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية من الفصل الدراسي الثاني ونحن الآن قد بدأنا في المحور الثالث وهو بعنوان مجتمعي وبدأنا في الفصل السابق في الموضوع الأول الذي عنوانه السوق المصري والآن أو اليوم إن شاء الله مع قصة قصيرة عنوانها صونعة في مصر في نهاية الدرس ينبغي أن يكون التلميذ قادرا على أن يحدد الفكر الرئيسة للنص يستنتج معاني المفردات الجديدة من خلال سياقات لغوية متنوعة يجيب عن أسئلة تظهر فهمه للنص والرجوع إلى النص للإجابة عن الأسئلة يتذكر علامات الإعراب يتعرف الموقع الإعرابي والعلامة الصحيحة يتمكن من تصويب الخطأ مبينا السبب يستخرج من نص الكراءة ما تعلم من القواعد يستخدم مهارة البحث للتوصل إلى معلومات جديدة يعرض مهارات الكتابة الأساسية والآن لنبدأ الدرس مع نشاط فكر أمامك صور لمجموعة من المنتجات صنفها لمجموعتين أمامنا ست صور الصورة الأولى بعض الأكلات أو المخبوزات مكتوب تحتها صونعة في الصين الصورة التي بجانبها حقيبة مكتوب تحتها صونعة في اليابان وصورة لحذاء مكتوب عليه صونعة في إسبانيا وصورة لمنسوجات وألبان وبعض الحلي مكتوب عليها صونعة في مصر كيف ستصنف هذه المنتجات؟ هل صنفتها؟ ما الأساس الذي بنيت عليه هذا التصنيف؟ نعم صنفت المنتجات لقد صنفتها على أساس بلد الصنع لقد صنفت هذه المنتجات على أساس بلد الصنع بالطبع هناك منتجات مصنوعة في مصر ونحن نفتخر بها وهناك منتجات أخرى صنعت في بلد آخر هل تفضل شراء المنتجات العالمية أم المصرية؟ ولماذا؟ سؤال جميل إذا رأيت منتجا مصريا في السوق ومثله تماما منتج مصنوع في بلد آخر ماذا ستشتري؟ ولماذا؟ فكر قليلا بالطبع أفضل شراء المنتجات المصرية لماذا؟ حتى أساهم في نمو اقتصاد بلدي وما علاقة هذا بالاقتصاد؟ أنا إذا اشتريت ونحن جميعا إذا اشترينا منتجات مصرية سنشجع التصنيع وحركة البيع والشراء وسنحقق الربح لبلدنا العزيز مصر أما إذا فضلنا المنتجات التي صنعت خارج مصر فبذلك نحن نسهم في ركود التجارة والصناعة في بلدنا فالتشجيع أو ازدياد حركة البنع والشراء في المنتجات المصرية يساهم في الربح وفي تطوير المنتج وجعله ينافس كل منتجات العالم بل ويتفوق عليها لأنه منتج رائج أي مطلوب في السوق الآن لنبدأ درسنا مع القصة القصيرة التي عنوانها كما قلت صنع في مصر ماذا ترون في الصورة التي أمامكم نرى مجموعة أطفال وفي الثلفية عائلة تجلسوا معا في حديقة ماذا يفعلون يا ترى وما علاقتهم بالعنوان صنع في مصر تعالوا لنقرأ القصة ونعرف ماذا يفعلوا هؤلاء الأطفال اتفقت مع أصدقائي على أن نقضي يوم الإجازة معا وتجمعنا نحن وعائلتنا بأحد الأماكن العامة وأحضر كل منهم ما لذ وطاب من المثليات وقد كان غرضنا من هذا الالتقاء الترفيه والاستمتاع لكن ما عرفناه كان أسمى وأجل فقد لفت انتباهي أن الكيس الذي كان معي مكتوب عليه صنع في مصر فنظر كل منا للأكياس التي معه وإذا هي أيضا مكتوب عليها صنع في مصر نظر صديق عمر على محمل الدعابة للرداء الذي كنت أرتديه وهو يضحك ويقول يا أحمد هو أيضا صنع في مصر الآن ماذا في الصورة؟ دخل رجل عليهم من هذا الرجل يترى؟ تعالوا لنعرف الأحداث فرد مجدي أتضحك إن الكتن المصري أفضل كتن بالعالم وإن مصر كما قال معلم الدراسات بها العديد من الصناعات المحلية والعالمية ومع احتدام الحوار لمحت عمي سعيد والد عمر آتيا إذن هذه الصورة للعم سعيد لمحت عمي سعيد والد عمر آتيا وعلى وجهه نظرة فرح معلقا روى أيضا يا شباب بالفعل مصر بها العديد من الصناعات وكذلك تصدر العديد من المنتجات للعالم بأسره مصر غنية بمواردها علقت سئلا وهل هناك صناعات بعينها تشتهر بها مصر؟ سؤال جميل من منكم يعرف إجابته؟ هل هناك صناعات بعينها تشتهر بها مصر؟ تعالوا لنكمل لنعرف ما هي هذه الصناعات انظر إلى الصورة قد تدلنا على إجابة هذا السؤال لنكمل الكراءة رد قائلا نعم فمصر تشتهر بصناعة المنتجات الكطنية والفخارية والنحاسية وكذلك الأسمدة والسيراميك والرخام إذ يعد الرخام المصري من أفضل الأنواع بالعالم والدولة تهتم بالصناعة اهتماما بالغا كما أنها تدعم قطاعا لإنشاء المشروعات الصناعية وتجري عددا من الإجراءات لمشاندة هذا القطاع كتوفير الأراضي الصناعية بحق الانتفاع وذلك تحقيقا لخطة الدولة لزيادة حجم الصادرات سأل مجدي هل هناك شيء أصبحنا نكتفي بصناعتنا فيه فقط؟ رد عمي سعيد نعم فمصر حققت الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% و100% من الخضروات والفواكه والبيض والأرز وفي طريقها للاكتفاء من السلع الأخرى نكمل معا علق مجدي وأنا سأبني مصنعا البلاستيك ليكون هناك اكتفاء ذاتي من المواد البلاستيكية رد عمي سعيد إذا أردت فغير النشاط فمصر بها العديد من مصنع البلاستيك حتى أن صادراتها من المنتجات اللدائن البلاستيكية حققت بعدل نمو كبير جدا فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية لتنمية الصادرات كي نكون دعما للوطن هكذا انتهت القصة كانت قصة جميلة تعلمنا منها أن في مصر صناعات كثيرة وصناعات جيدة تنافس الصناعات الأجنبية في السوق العالمي وواجبنا أن نشتري هذه الصناعات لكي ندعم وطننا ويزداد قوة في اقتصاده لنبدأ الأنشطة اقرأ واكتشف سأطلب منكم في هذا الدرس أن تستحقوا معكم كتاب المدرسة ولنفتحه على القصة لأن هناك بعض الأنشطة ستحتاج لأن تنظر في القصة التي قرأناها منذ قليل لكي تجيب عن الأسئلة إجابة صحيحة سنبدأ الآن اقرأ واكتشف كان جدي يشاهد برنامجه المفضلة بالتلفاز وفي هذا اليوم كان البرنامج يستضيف أهل الناشئين في مجال الصناعة ليعرض فكرة مشروعه والعقابات التي واجهته وكيف تغلب عليها في البداية تحدثوا رويدا عن دعم الدولة للمشروع من خلال حصوله على قطعة أرض بحق الانتفاع لبناء مصنع لمنتجات اللداء البلاستيكية اختر المعنى الصحيح للكلمة الملونة ثم تأكد من المعجم قبل أن نجيب على هذا السؤال هناك بعض الكلمات مرت علينا ولم نعرف تفسيرا لها مثل كلمة قطعة أرض بحق الانتفاع مثلا كلمة أخرى تسمى الدائن البلاستيكي هذه عبارات وكلمات جديدة علينا سنعرفها معا أثناء هذا الدرس فكروا فقط الآن في معنى هاتين الكلمتين اختر المعنى الصحيح للكلمات الملونة ثم تأكد من المعجم كلمة رويدا يا ترى ما معنى كلمة رويدا لنقرأها جاءتها منكم دائما نستنتج معنى الكلمة من خلال الفكرة من خلال السيار فدائما ننظر الكلمة في الجملة الجملة تقول تحدث رويدا عن دعم الدولة هل معنى تحدث قليلا أم تحدث سريعا أم تحدث صامتا بالطبع فهمنا من خلال السيار أنها تحدث قليلا عن دعم الدولة للمشروع هناك أيضا ما معنى كلمة دعم دعم الدولة للمشروع من خلال حصوله على قطعة أرض دعم الدولة للمشروع هل معنى دعم ترك أم مساندة أم ملاحظة بالطبع إنها مساندة يعني الدولة تساند هذا المشروع فهمنا الآن من خلال السيار أنها كلمة رويدا معناها قليلا ودعم معناها مساندة ثم يجب عليك أن تنظر المعجم في نهاية هذا المحور لتعرف هذه الكلمات بمعانيها وجذرها ونوع هذه الكلمة وهكذا السؤال الثاني صل بين المصطلح ومعناه كما فهمت من الفكرة صل بين المصطلح ومعناه كما فهمت من الفكرة المصطلح الأول اللداء البلاستيكية المصطلح الثاني حق الانتفاع هناك مستطيلان بهما تفسير هذين المصطلحين فلنكرأ الأول أحد الحقوق المدنية التي تنص على استخدام ممتلكات الآخرين بشرط عدم تغيير مضمونها أو إلحاق الضرر بها وقد يكون محدداً بفترة زمنية أو فترة مفتوحة بالطبع هذا هو حق الانتفاع طيب فلننظر إلى المصطلح الآخر مادة تستخرج من المواد العضوية كالنفط الخام أو الغاز الطبيعي وتصنع منها كثير من الأشياء كالمنتجات البلاستيكية هذه كلامة مفتاحية تضلون على المعنى الصحيح كالمنتجات البلاستيكية وكلمة لداء تعني ما يمكن تشكيله وقولبته بفاعل الحرارة قولبته أي عندما يصبح ليناً نصة تشكله في أي قالب ثم نتركه حتى يصبح صلباً إذن اللداء البلاستيكية هي مادة تستخرج من المواد العضوية كالنفط الخام أو الغاز الطبيعي وتصنع منها كثير من الأشياء كالمنتجات البلاستيكية وكلمة لداء تعني ما يمكن تشكيله وقولبته بفاعل الحرارة وعندما أبرد يصبح صلباً حق الانتفاع بالطبع بالطبع كما عرفنا أو كما فهمنا أحد الحقوق المدنية التي تتنص على استخدام ممتلاجات الآخرين بشارة عدم تغيير مضمونها أو إلحاق الضرر لها وقد يكون محدداً بفترة زمنية أو فترة مفتوحة السؤال الآخر هنا يجب عليكم الآن أن تفتحوا الكتاب لو تنظروا إلى القصة لكي تعرفوا الإجابات الصحيحة يعد الرخام المصري هذا سؤال صح أو أم خطأ صح أمام العبارة الصحيحة كما جاءت بالدرس وخطأ إذا كانت العبارة غير صحيحة من خلال طب من خلال فهمنا للدرس يعد الرخام المصري من أفضل الأنواع بالعالم هل المرت علينا بالدرس نعم هذه العبارة عبارة صحيحة وقد جاءت بالدرس حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الأرز نعم وبعض المرتجات الأخرى هي عبارة صحيحة أخبر أحمد وأصدقائه بأنه سيبني مصنع بلاستيك فكروا هل هو أحمد أم صديقا أم صديق آخر بالطبع إنه ليس أحمد إذا نظرت من القصة إذا يعرفون الإجابة الصحيحة هذه الأسئلة التي تأتي بعض القصة التي بعنوان نجيب عنها بعض القصة مبغى أشارة نستعينه بقرارة القصة أكثر من مرة حتى نعرف الإجابة الصحيحة سؤال آخر إخبر الإجابة الصحيحة مما بين القصين تشتهر مصر بصناعة الحديد أم الفضة أم المنسوجات طبعي ستنظر هي مواد خام تصنع منها المنسوجات إذن أما الاختيار الثاني الكتان أم الصوف أم القطن بالطبع هو القطن المصري وهو ذو شهرة عالمية تصدر مصر منتجات إلى الخارج القمح أم اللداء بلاستيكية أم المجوهرات بالطبع اللداء بلاستيكية ما زلنا نتذكرها من خلال الكراءة والنشاط السابق من قائل هذه العبارة يا أحمد هو أيضا صنع في مصر تذكروا وإن لم تذكروا فلتنظروا إلى الدرس مرة أخرى من قائل العبارة بالطبع إنه عمر لديه روح الدعاء الآن سنكرأ هذه العبارات ثم نرتبها كما جاءت بالدرس فقد لفت انتباهي أن الكيس الذي كان معي مكتوب عليه صنع في مصر وأنا سأبني مصنع بلاستيك ليكون هناك اكتفاء ذاتي من المواد البلاستيكية رد قائلا نعم فمصر تشتهر بصناعة المنتجات القطنية والفخارية والنحاسية فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية لتنمية الصادرات فكروا ورتيبوا وإن كنكم أيضا النظر إلى الدرس في كتابكم بالطبع أول جملة كما قال في الجلد الأول فقد لفت انتباهي أن الكيس الذي كان معي مكتوب عليه صنع في مصر ما العبارة الثانية أو التي تليها في أحداث القصة بالطبع العبارة هذه العبارة رد قائلا نعم فمصر تشتهر بصناعة المنتجات القطنية والفخارية والنحاسية وأنا سأبني مصنعا بلاستيك ليكون هناك اكتفاء ذاتي من المعادة بلاستيكية وفي نهاية الدرس كانت هذه العبارة بالطبع فقط ما عليكم سوى استبدال المنتجات المحلية بالمنتجات العالمية لتنمية الصادرات الآن بعد أن قرأنا القصة وفي يومنا الشخصيات نريد منكم إصدار حكم صف كل شخصية مما يلي بكلمة واحدة من وجهة نظرك العم سعيد مجدي أحمد من خلال الأحداث فهمنا كل شخصية من الشخصيات العم سعيد تدخل في الوقت المناسب وهو سعيد بهذا الحوار الشائق وأوضح بعض المعلومات التي أزالت الاخلاف بين الأصدقاء إذن فهو حكيم أي عاقل وواعي بما يحدث مجدي مجدي كان يريد أن يبني مصطعا للبلاستيك أي أنه طموح يطمح في أن يكون صاحب مصنع ومشارك في نهرة في مصر أحمد فكروا معي بالطبع إنه لماح لماذا هو لماح لأنه لاحظ أن الكيس الذي في يده مكتوب عليه صنع في مصر ونبههم أن ينظر إلى الكياس التي في أيديهم فوجدوا أنها جميعا مكتوب عليها صنع في مصر الذي لمح هذه اللمحة أو العبار أو ملحوظة الآن لاحظ واكتشف استخرج الآن جئنا إلى بعض الأسئلة أو أسئلة القواعد النحوية اكتشف القواعد النحوية من خلال هذا النشاط استخرج كل جملة اسمية من الفكرة الآتية ثم بين ركنيها المطلوب الجملة الاسمية فقط فلنكرأ الفكرة ولنستخرج الجمل ثم نحدد ونبين ركنيها التجارة حركة بيع وشراء تحدث بين الناس هي عملية تبادل السلع بالنقود أنواع تجارة مختلفة وأساليبها متعددة وقد ساعد تطور العلم على تيسير حركة التجارة وزيادة أنواعها التي أشهرها تجارة الجملة والتجزئة التصدير والاستيراد الآن فلنجب عن السؤال يريد أن نستخرج اسمية فلننظر الفكرة مرة أخرى ونستخرج وننقرأ متمهلين التجارة حركة بيع وشراء هذه جملة اسمية إذن فهذه أول جملة الجملة الاسمية ركنيها الممتدأ والخبر ما الممتدأ بالطبع هو الاسم الذي تبدأ به الجملة فهو التجارة وما الخبر هو الاسم الذي يتمم معنى الجملة أو يتمم معنى الجملة مع الممتدأ ما الذي أتم معنى الجملة حركة التجارة حركة جملة تامة الجملة الأخرى هي عملية تبادل السلاع بالنقود هذه جملة اسمية لقد بدأت بضمير والضمائر من الأسماء الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كل هذه تعتبر أسماء إذن هي عملية تبادل السلاع بالنقود المبتد بالطبع والضمير هي هي عملية جملة تامة مبتدأ وخبر أملية هي الخبر ما الجملة الثالثة فكروا فيها انظروا أين هي إنها أنواع التجارة مختلفة أنواع التجارة مختلفة بالطبع أول أسماء في الجملة هو أنواع فهو المبتدأ أين الخبر هو التجارة أم مختلفة ما الذي أتم معنى الجملة إذا قلت أنواع التجارة ستقول لي ما شأنها أكمل الجملة فالجملة ناقصة فالذي أتم الجملة هو كلمة مختلفة فهذه هي فهذه الكلمة هي الخبر إذن الخبر قد يأتي في الجملة الإسمية بعد المبتدأ مباشرة وقد يأتي بعده بكلمة أو كلمتين أو أكثر المهم أن نعرف أن الخبر هو الذي أتم معنى الجملة الإسمية فبدونه الجملة ناقصة ليس لها معنى وهو الذي يتم المعنى أعرفنا الآن كيف نستخرج المبتدأ والخبر أو كيف نعين المبتدأ والخبر في الجملة الإسمية إملأ الجدول الذي أمامك من خلال الجملة الآدية وأعطاك مثالا لكنه لن يكمله الجملة الأولى رقم واحد التجارة علم يحتاج إلى دراسة واطلاع رقم واحد فلننظر في الجدول هنا رقم واحد الكلمة علم هي الكلمة الملونة باللون الأحمر وتحتها خط هذه الكلمة علم ما موقعها في الجملة؟ التجارة علم موقعها خبر وما حالتها الإعراضية؟ المقصود بالحالة هو الحالة الإعراضية هل هي أن قد درسنا حالة الرفع والنصب؟ درسنا حالتان حتى الآن درسنا حالة الرفع وحالة النصب بالطبع ودرسنا أيضا أن الخبر مرفوع طالما أنها خبر فهو مرفوع الحالة هي الرفع ما علامة الرفع؟ إنها اسم ومفرد وعلامة رفع المفرد الضمة لماذا الضمة؟ لأنه مفرد كما قلت إذن هذه الطريقة التي سنكمل بها الجدول المثال رقم اثنين التجار الشرفاء محبوبون التجار الشرفاء محبوبون كلمة محبوبون ما موقعها الإعرابي؟ التجار الشرفاء ما لهم؟ محبوبون محبوبون هو الاسم الذي أتم معنى الجملة الإسمية إذن فمحبوبون موقعها خبر ما حالته؟ مرفوع منصوب بالطبع الخبر مرفوع بالطبع ما علامة الرفع هنا؟ محبوبون إنها الواو لماذا الواو؟ لأنها جامع مذكر سالم وقد درسنا أن جامع مذكر السالم يرفع بالواو بل السبب أنها جامع مذكر سالم المثال الثالث التجارتان الداخلية والخارجية تحتاج إليهم الدولة التجارتان الداخلية والخارجية تحتاج إليهم الدولة التجارتان بالطبع إنها مبتدأ لأنها لا اسم في أول الجماليسمية ما الحالة طالما أنه مبتأ فإنه مرفوع فالحالة هي الرافع ما علامة الرافع هذه الكلمة مثنى وذي تتهي بالف والنون فالرافع هنا هو الألف مبتأ مرفوع بالألف لماذا ما السبب لأنه مثنى المثال الرابع المنتجات المحلية تنمي الاقتصاد فلننظر الآن المنتجات بالطبع إنها مبتدأ المنتجات ما علامة الرافع هنا طبعي أولا الموقع إنها مبتدأ ما علامة الرافع والطبع وهو مرفوع وعلامة الرافع الضم لأنها جامع مؤنس سالم الآن عرفنا وحللنا هذه الجمل وعرفنا الموقع الأعراضي وعرفنا مع الموقع الأعراضي أو الحالة والعلامة لنكمل الأسئلة اختر علامة الرافع الصحيحة لما تحته خط البائعون يحرصون على جذب الزبائن البائعون ما علامة الرافع؟ بالطبع إنها كما هو واضح عمكم البائعون جامع مذكر سالم إذن فعلامة الرافع هو الواو وسائل التعلم مختلفة مختلفة كلمة مختلفة كلمة تدل على مفرد إذن فهي المفرد يوفع بالضمة الاهتمام بالصناعة ينمي التجارة الاهتمام كلمة أيضا مفردة فهي مرفوع بالضمة العاملات مجيدات مجيدات علامة الرافع الضمة لماذا؟ لأنها جمع مؤنث سالم التاجران هذه كلام مسنة بما يرفع المسنة الطبين والألف التجارة تصل الدولة ببعضها التجارة مرفوع مع علامة الرافع هنا التجارة مفرد والمفرد يرفع والضمة رفنا الآن علامات الرافع الصحيحة لهذه الكلمات سواء كانت مبتدأ أم خبر والخبر أيضا مرفوع بين الموقع الإعرابي للكلمات الملونة ثم حدد علامة الإعراب الموقع الإعرابي أيها خبر أم مبتدأ أم فاعل أم ماذا؟ سنرى أن الجمل كلها جمل اسمية فالموقع سيكون إما مبتدأ وإما خبر النعم دائمة بشكرها النعم دائمة كلمة دائمة هي الكلمة ملونة التي اختخت هي هذه الكلمة التي سنجيب عنها كلمة دائمة موقعها خبر ما علامته الصبر مرفوع بالضمة أم بالألف أم بالواو بالطبع مرفوع بالضمة لأنها مفرد المصريون نجباء المصريون اسم في أول الجملة فالموقع هو مبتدأ العلامة المصريون جمع مذكر سالم إذن فهو مرفوع بالواو رواد الفضاء أكثر علما رواد الفضاء أكثر علما هذه الكلمة بالطبع إنها خبر أكثر العلامة بالطبع إنها مرفوع بالضمة إنها مفرد السوق المصرية متنوعة متنوعة أي التي أتمت معنا الجملة فهي خبر وعلامتها مرفوع بالضمة لأنها مفرد المشتريان يختاران أفضل السلح المشتريان إنها اسم في أول الجملة فهو مبتدأ وهي مثنى وعلى مترفع المثنى الألف هي مبتدأ مرفوع بالألف عرفنا الآن الموقع العربي وعلامة الإعراب فلنكمل الأسئلة أكمل بما هو مطلوب بين القوسين رقم مواحد نقط توفر فرص عمل للشباب يريد السؤال أن نضع مكان النقاط أو النقاط مبتدأ على مترافعه الضم مبتدأ على مترافعه الضم قد نختلف في هذا أو قد يختلف تلميذ في الكلمات لكن الذي يجب أن يتفق عليها أن كل الكلمات التي سيأتون بها أولا تكون مناسبة للجملة ثانيا تكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم أي لا يجوز أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالم لكنها يمكن أن تكون مفرد يمكن أن تكون جمع مؤنس سالم يمكن أن تكون جمع تكسير لكن كلمة توفر توفر إذن المطلوب مفرد ويكون مؤنس لأن الفعل المدرع هنا بدأ بالتاء فالمبتدأ سيكون مفرد ومؤنف فرى من التي توفر فرص عمل للشباب بالطبع إنها بلدنا الحبيب مصر مصر توفر فرص عمل للشباب المثال رقم 2 النقود نقط اختبر على مطرفيه الضم أي كلمة ستكون مناسبة ستكون صحيحة مثلا النقود مهمة النقود كثيرة النقود قليلة وهكذا أي كلمة تعبر أن تكون اختبرا لهذه الكلمة نقط يقدم أفضل المنتجات يقدم نا فالمطلوب مكان نقط جمع مؤنس المطلوب ما ابتدأ جمع مؤنس سالم واضبطه البائعات لابد أن نضع الضم على التاء لأن المطلوب هنا واضبطه إذا أجبت هذا السؤال دون أن أضع الضم على التاء أو دون ضبط الكلمة فالإجابة ستكون ناقصة وبالتالي أنقص في الدرجات لابد أن أجيب المطلوب كاملا البائعات يقدم أفضل المنتجات السؤال رقم أربعة نقط أذكياء مبتدأ على مترفع الواو ما الذي ما الذي أو ما الكلمة التي تكون على مترفعها الواو إنها بالطبع تكون جمع مذكر سالم مثلا الفائزون أذكياء القارئان خبر مناسب لم يذكر مفرد أم مثنى أم لكن المبتدأ هو الذي يحدد المبتدأ مثنى ومذكر فيجب أن يكون الخبر أيضا مثنى ومذكر فالخبر المناسب هنا مثقفان القارئان مثقفان القارئان ناجحان القارئان متفوقان وهكذا أي كلمة مثنى تكون مناسبة طلب أنها مثنى مذكر سؤال آخر هناك بعض الكلمات التي بها خطأ صوب صوب ما تخته خط مبينة عن السبب الجملة الأولى مكتوب السجادة متعدد الأشكال ما الخطأ في كلمة السجادة إنها بالطبع الفتحة التي على الدال إنها مبتدأ يبقى تكون السجاد الضمة مكان الفتحة لماذا لأنها مبتدأ مرفوعة بالضمة وهي مفرد الطائرين ملونان الطائرين لا إنها الطائران لأنها مبتدأ مرفوعة وعلامة رفعه الألف لأنها مسنة مرفوعة وعلامة رفعه الطائران ملونان الجنود مدافعين عن أرضهم الجنود مدافعين عن أرضهم المدافعين لا إنها خطأ الصواب مدافعون لماذا مدافعون الجنود لأنها جمع مذكر سالم لأنها خبر مرفوع بالواو لأنها جمع مذكر سالم الماء لا طعم له ولا لون أنا قلت الماء لكن الكلمة أنا لك قلتها صحيحة الكلمة التي أمامكم الهمزة تحتها كسرة مكتوب الماء هذا خطأ التصويب الماء الضم على الهمزة الماء لأنها مبتدأ مرفوعة بالضمة فهي مفرد الأمهات خريصات على الأبناء خريصات خطأ ما الصواب خريصات عليها التنوم بالضمة الأمهات خريصات على الأبناء لماذا لأنها خبر مرفوع بالضمة لأنها جمع مؤنس سالم فقد عرفنا أن ما يرفع بالضمة هو المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنس السالم أما المثنى فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم فيرفع بالوارد الآن هذا سؤال جميل سنعتبره نشاط منزلي هو عبر عن كل صورة بجملة بجملة اسمية مراعيا العلامة الصحيحة هنا قد نختلف كلنا في الجمل لكننا بالطبع سنتفق على على صحة القواعد النحوية في الكتابة وأيضا الكتابة الإملائية فالمبتدأ مرفوع والخبر أيضا مرفوع إذا كان فقلت منذ قليل إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع إن السالم فهو يرفع بالضمة وإذا كان مسن أو المسن يرفع بالألف وجمع مذكر السالم يرفع بالوا فلنراعي فلنراعي هذا هذه القواعد عند الكتابة في الصورة الأولى الصورة في السوق لكن في الصورة الأولى سنجد أكثر من فرد سنجد هناك امرأتان ورقلان يشترون بعض المنتجات أما هنا فنجد رجل واحد يشتري فبالطبعي سيكون هناك فرق بين الجملتين هذا منزلي لاحظ وتعلم عد إلى قصة وأعد كراءتها قلت لكم اجعلوا الكتابة معكم لأننا سنعود إليه أكثر من مرة عدنا قصة وأعد كراءتها ثم استخرج ما يلي نريد أي اسم من القصة ونريد علامة ما علامة الاسم علامة الاسم كما تعرفون إما أن يكون به التعريف أو تنوين أو تا مربوطة أو مصبوط بحرف جر أو مصبوط بأداة نداء إذن فالاسم له علامات وهذه العلامات لا تجوز مع الفعل اخترت الاسم فليكن مثلا الالتقاء ما علامة هذا الاسم بالطبع إنه التعريف الألف اللامة في البداية هي السم تسمى للتعريف نريد من القصة حرف جر القصة بها أكثر من حرف بها حروف كثيرة أي حرف وليكن مثلا من نريد من القصة فعلا افتحوا القصة واستخرجوا منها فعلا واذكر نوع الفعل القصة بها كثير من الأفعال فلنختر واحدا وليكن مثلا أردت أردت هذا الفعل ما نوعه ماض أم مضارع أم أردت لقد لقد حدث وانتهى حدوثه فهو ماض حرف عطف حرف العطف هل هي ثم أو وهكذا في الطبيع وهو ومكررة كذا أكثر من مرة كلمة بها ال هناك كلمة كثيرة بها ال وليكن مثلا ال أماكن على التقاء كما جئنا كما جئنا كما جئت في المواحد نريد هنا مبتدأ وخبره هناك نبحثون ستستغرقون بعض الوقت في البحث عن مبتدأ وخبره انظروا الفكرات وكرأوا واستخرجوا جملة اسمية المبتدأ فيها واضح وظاهر أمامكم والخبر كذلك هل وجدتم مصر غنية هذه العبارة وهذه الكلمة موجودة مصر غنية أحسنتم أجب عن الأسئلة الآتية أجب عن الأسئلة الآتية بجمل اسمية مراعيا العلامة الصحيحة المقصود علامة الإعراض علامة الضغط ما معنى التجارة نريد جملة اسمية الإجابة هنا محددة مطلوب جمل اسمية وواضح فيها المبتدأ والخبر مثلا هي حركة البيع والشراء هي حركة مبتدأ وخبر هي حركة تمام صف الجو في فصل الصيف الجو فيه حار الجو حار مفتدأ وخبر صف الحضائق أي جملة الحضائق مبهجة الحضائق جميلة الحضائق مزهرة الحضائق واسعة كل هذه صفات وكلها صحيحة ما فائدة الهاتف المخمول نريد جملة اسمية مراين العلامة الصحيحة مثلا مفيد في التواصل بين الناس مفيد مرفوع بالضمن اختر الجملة الصحيحة من كل مجموعة هناك الجملة مكتوبة ثلاث مرات مرة خطئ ومرة صحيحة فلنقر الثلاث جمل لنعرف ما هي الصحيحة ولنلاحظ ضبط الكلمات هذا هو هذا هو المطلوب لاحظوا ضبط الكلمات فلنقر العطور جميلة يعطور جميلة الرائحة ما الصحيح هنا بالطبع إنها الغطور جميلة المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع أما الجملة الثانية فالخبر عليه فتحة والجملة الثالثة المبتدأ أخره كسرة إذن فهذا الخطأ وهذا الخطأ هذه فقط هي الجملة الصحيحة المثال الثاني الحديقتان منصقتين الحديقتان منصقتان الحديقتين منصقتين أيها صحيح إنها الكلمتان مبتلع وخبر والمبتلع مرفوع والخبر مرفوع والجملة في المثنة والمثنة مرفوعا بالألف بالطبع إنها الجملة الثانية الحديقتان منصقتان المبتلع مرفوعا بالألف والخبر أيضا مرفوعا بالألف لأنهما مثنة المثال الثالث المستثمرون نشيطين المستثمرين نشيطون المستثمرون نشيطون أيضا الجملة إسمية مكونة من كلمتين مبتدأ وخبر والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وهنا الكلمات جمع المذكر سالم وجمع المذكر السالم مرفوع بالواو ها من الجملة الصحيحة بالطبع إنها المستثمرون نشيطون مبتدأ مرفوع بالواو وخبر مرفوع بالواو لأنه ما جمع مذكر سالم العاملات مطقنات للصنعة العاملات مطقنات للصنعة العاملات مطقنات للصنعة أي الجملة صحيح بالطبع إنها الجملة الثانية العاملات مطقنات لأن الجملة الأولى العاملات هناك فتحة على هذا خطأ لأنه نعجب عنا السالم والجملة الثالثة من الخطأ فيها مطقنات خطأ نامت صورة فهي خبر خبر مرفوع بالضمة العاملات مضقنات هذا هو الصحيح فلنقمل اجعل الكلمتين الآتيتين مبتدأ مرة وخبرا مرة أخرى في جمل مفيدة السلعة نريد أن نضعها في جملتين ده حيث تكون في الأولى مبتدأ أو في الثانية خبر تذكروا قليلا من السهل أن نضعها في جملة وتكون مبتدأ فقط فمسلا السلعة غالية الثمن فالسلعة هنا مبتدأ خبر يمكننا في الخبر أن نحذف الألف واللام لأن الخبر يكون دائما بدون ألف ولام إلا إذا كان الضمير مبتدأ فيجوز أن أقول أنا أنا معلم أو أنا المعلم هنا أنا معلم بدون ألف ولام أنا المعلم فيها ألف ولام فإذا كان المبتدأ ضمير يجوز أن يكون المبتدأ الخبر فيها ألف ولام أو بدون ألف ولام أما إذا كان غير ذلك فالخطر يكون بدون ألف ولام وليكن مثلا هي سلعة نادرة يمكن أن نقول هي السلعة نادرة لأن المبتدأ هنا جاء ضمير ممكن أن نقول هي السلعة النادرة فهذه صحيحة وهذه صحيحة لأن المبتدأ هنا ضمير أما إذا كان المبتدأ كلمة غير الضمير فيجب أن تكون الكلمة بدون ألف ولام النقود سهلا النقود سبب السعادة النقود كثيرة النقود جديدة وهكذا النقود سبب السعادة فالنقود هنا مبتدأ نريدها أن تكون خضر مثلا هي نقود كثيرة هذه نقود كثيرة وهكذا فلنكمل معا هذا نشاط نشاط منزلي أنت ستصف الصورة التي أمامك بقمر اسمية في فكرة لا تقل عن أربعة أسطر وهذا النشاط أيضا سوف تكتب إعلانا عن أحد المشروعات الموجودة بمحيط بيتك أو في مدرستك وستكتب إعلان يدعم شراء هذا المنتج أو هذه المنتجات من هذا المشروع أما الآن فجئنا إلى الإملاء فلتفتحوا الكراسات ولتكتبوا معي وسأقرأ بمهل حتى تستطيع كتاب صورة صحيحة يتميز القطن المصري يتميز القطن المصري بأنه طويل بأنه طويل بأنه طويل بأنه طويل فصلة كما أنه يتميز بالنعومة كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام كما أنه يتميز بالنعومة التي تؤهله للاستخدام في صناعة المنسوجات المنسوجات عالية الجودة عالية الجودة بخلاف بخلاف الفصائل الأخرى الفصائل الأخرى من القطن من القطن المنتشرة المنتشرة في بقاع في بقاع العالم نقطة أكمل بعدها يتم تصدير يتم تصدير غالبية القطن المصري غالبية القطن المصري عالي عالي الجودة عالي الجودة إلى إلى أنحاء إلى أنحاء العالم فصلا نسبة قليلة نسبة قليلة منه تستخدم نسبة قليلة منه تستخدم في التصنيع التصنيع المحلي المحلي فصلا ذلك أن ذلك أن التصدير التصدير يدر يدر دخلا دخلا أكثر من أكثر من تصنيعه تصنيعه فصلا وقد سجلت مصر وقد سجلت مصر رقما قياسيا رقما قياسيا في تصدير القطن في تصدير القطن في العام الماضي في العام الماضي أصلا وهو ما أحيا وهو ما أحيا الآمال الآمال بعودة البلاد بعودة البلاد إلى مكانتها إلى مكانتها المميزة المميزة على خريطة خريطة على خريطة القطن العالمية القطن العالمية نقطة أكمل بعدها وبحسب رئيس وبحسب رئيس الهيئة الهيئة العامة الهيئة العامة للتحكيم للتحكيم واختبارات القطن واختبارات القطن في مصر في مصر فصلة فإن بذور القطن فإن بذور القطن حاليا تعد حاليا تعد أنظف أنواع أنظف أنواع البذور العالمية البذور العالمية فصلة ومحالج القطن ومحالج القطن التي تم التي تم إن شاءها إن شاءها مزودة مزودة بمعامل بمعامل عالمية عالمية أو عالمية بها بها أحدث الأجهزة الأجهزة بها أحدث الأجهزة هذه هي الإملاء التي أملتها عليكم يمكنكم أن تراجعوها وتضعوا خطوطا تحت الأخطاء التي أخطأتم بها وتكتبوا الصواب فوق الخطأ لماذا نكتب الصواب فوق الخطأ؟ حتى نتعلم من أخطائنا فكلنا قد نخطئ والذكي هو من يتعلم من خطأه الآن وصلنا إلى نهاية الدرس كان درسا شيقا كان معكم الأستاذ محمد أبو الفتوح حمود مع ثمانياتنا بالتوفيق الإدارة العامة بالتعليم الإلكتروني شكرا والسلام عليكم ورحمة الله شكرا